أنا اعتقلت أول مرة في واحد خمسة 2016 إجت واحدة من المخابرات الساعة أربع الفجر خربوا الدار داروا كل خزين على الأرض وكل الأواعي شادي عمره 12 سنة هلّا صار له تسع شهور معتقل عمري 17 أنا اعتقلت ثلاث مرات كنت في السجن خلال خمس شهور ما كنتش أضحك يعني كنت حزينة كنت بس أفكر كيف بدي أطلع برا؟ كيف بدي أعيش؟ أحد آليات استهداف الاحتلال لمدينة القدس هو عن طريق اعتقال الأطفال طبعاً هذا الاعتقال بستهدف الأطفال في جميع فئات عمرهم يعني حتى فيه لما بتحكي على عمر زي تمانية وتسعة وعشر سنين الناس تستغرب إلا أنه في مدينة القدس بحصل أنه بتم اعتقال أطفال في هذا العمر إلى حد جيل 18 سنين إحصائيات أو أعداد الأطفال المقدسيين اللي بتم اعتقال لهم تشير إلى هناك ازدياد كبير في اعتقال الأطفال المقدسيين عن الأطفال الموجودين إن كان في الداخل الفلسطيني أو الضفة أو غزة طبعاً هذا ناتج عن الاحتكاك المباشر مع الاحتلال لهو الاحتكاك اليومي اللي موجود في القدس موسيقى فأنا مروح من عند ابن عمي إجت سيارة بيضة كبيرة فبعرفش أنا شو اللي فيه فما بلاقيهم إلا بفتح اللي بوابي كلهم من التمين وهجم علي واحد ونطفي جبل جبل عليم الترين فاليوم ما هو نطفي أنا وقعت على إيدي هو وقعني على إيدي وكان مسك لإيدي فإيدي من وزنه وخبطت في حجار فانكسرت من المفصل المفصل نفك الكف نفك عن المفصل وصار فيه كتصرف المفصل طبعاً شادي كان مروح من المدرسة لما اعتقلوا كان هو زميله أحمد الزعتري اعتقلوا من شارع رقم واحد كان هو واقف بيأشر لسيارة بده يروح طبعاً التهمة كانت اللي هي حيازة سكين ومحاولة طعن طبعاً ما في حيازة سكين كان مع شادي ولا اللي هي ادعاءهم بمحاولة طعن أو محاولة جرح شادي أنا حسب ما يعني حسب كل المعطيات اللي كانت بالمحكمة واللي قدموها هنه إنه ما كان فيه شهود إنه حدقت محاولة قتل قتل مين؟ أنا اعتقلت تلات مرات تعرضت لضغط كبير فيهم كل يوم تحقيق من الصبح للليل يعني كنت أتعرض لضرب كبير فيها فضغطوني كتير فيها إنه حطوني على الأرض صاروا يخبطوا على وجهي التحقيق كان كله وأنا مكلبش محزوقة على الآخر ما فيش أكل من الصبح للليل دخلوا علي ثلاث محققين صاروا يضربوا فيي على وجهي وعلى ظاهري حكم التجربة إنه أنا شخص جربت الاعتقام فلما بروح بوثق كل طفل يعني بكون فاهم هو شو اللي عاشه شو اللحظات الصعبة لما يحكيني مثلا أنا انتقلت من من سجن مثلا الشرون مثلا على سجن مجده بدلك قديش هذا الطفل يتغلب وتعذب قديش ممكن يكون صعب عليه وخاصة إنه المعاملة هي نفس معاملة الأسرة البالغين يعني إن كان من ناحية التقييد من ناحية اللبس اللباس البني من ناحية مثلا إنه ممكن للأسير يطلع أربع خمس تيام هذا الطفل أربع خمس تيام إنه يسموها البوسطة عشان يوصل للمحكمة تابعته فبالتالي هاي رحلة المعاناية لما كل طفل هدول يرويها أنا بكون مدرك قديش هو تم يعني تعذب في هاي اللحظات أو لما يحكيني مثلا عن مراحل التحقيق اللي اللي اتعرض لها جاب صنوا إيدها على كسرها ولا سووا فيها إشي فبعد ما روحت على نفس الليلة هاي بوقت ما جاب صنوها ما نمتش في المسكوبية ولا نمتمحها ظلتني في الجيب روحنا من المستشفى الساعة 3 الصباح ظلتني إلى 8 الصباح أنا في الجيب ووصلونا أول عسوية هم نزلوا من الجيب ونزلوا على الخيام وأنا ظلتني في الجيب وتركوا علي باب واحد مفتوح فأنا إيدي بتجعني وبردان مش لابسة وأوعية مزعة من الاعتقال بحكي لهم بردان لو صنوا حصلوا سكروا الباب يعني إذا في مجال تسكروا الباب كان ردوا إلي فتح أربع بواب فتح الأربع بواب طبعوني سيارة الشرطة وروح صر خبطوا على الطاولة لما أنا حكيت لهم من جنة نتوني بيعرفش إشي طبعا أنا عليت صوتي لأن كثير كان ضغط وأكثر ضغط كان علي الساعة عشر للليل يعني كثير ضغطوا علي الصياحهم وضربهم حلقولوا شعروا كمان طبعا لما حللوا شعروا على السفر وفي البرد ويقعد كمان أربع أيام في هاي الغرفة غرفة باردة وتحت الكندشين يعني أنا كنت بتخيل ابني كيف الشهد اللي كانوا في التلاجات بس هو حي في التلاجات فترة التحقيق إن كانت مع الأطفال بصير في يعني حالة إنغلاق على الطفل أول شغلة بيجوا من إيش بيحب بحب أمه بحب أبو بحب أخته مستعدين يجبوا ليه لحد التحقيق إن هاي أختك موجودة إذا الطفل فيش عنده إشي مضطر أن يحكي تعرف إحنا على مجتمع شركي موضوع الشرف بيجيبه أخته لحده إن هاي أختك برويها من دون علمها إن هاي أختك طبعا أختك بكى رايحة مش عارفة ليش رايحة باعتبار إن أختك إجت حكيت صحيح إنك إنت واحد اثنين ثلاث لو بيصير عندك انهيار عند الطفل وفيه كانون ممنوع ولا أي طفل يدخل عطى حقيق للأهالي يعني هاي أهم إشي لازم الأهالي يعرفوا ممنوع يدخل عطى حقيق إلا يكون واحد من الوالدين موجود معا يعني في الثلاث مرات ما كانش علي أدلة يعني ما ثبتش علي ولا إشي وبعدها يعطوني حبس بيتي وكفالة فهذا يعني كان كتير بأثر فيي يعني ليش أنا محبوس حبس بيت وليش أنا عتقلت أصلا كان حكم الحبس المنزل في بيت حانين عشر أيام بس هم عشر أيام إنت بتسمعهم كتير إنهم إلال مش كتار بس كانوا يمرقوا علي إنهم كتار بعيدة عن أمي عن أبوي عن بيتي عن حياة اليومية اللي كنت أمارسها هون في العساوية الأطفال المقدسيين بتعاملوا معهم بالمحكمة المدنية يحاكموا الأطفال الغير مقدسيين أو اللي يحملوا هوية ضفة مثلا يحاكموا بمحكمة عسكرية والمحكمة العسكرية ما في ممنوع إنه طفل ينسجن بعمر 12 سنة فبيحاولوا يعطوا شهر أو شهرين ويروحوا صرت دائماً أحسب الأشياء قبل ما أسويها دائماً يعني أفكر و دائماً يعني بنام دائماً يعني بنام على خوف إنه يمكن اليوم ييجوا يمكن بكرة ييجوا فطبعاً أثرت فيها الاعتقال و خلتنا أحسب لقدام كتير يعني اليوم في القدس واضح التقصير باتجاه الأطفال يعني واضح أو باتجاه قضية الأسرة بشكل عام بشكل خاصة قضية الأطفال واضح واضح التقصير بالاهتمام بقضيائهم بعد إطلاق صراحة يعني إحنا بنفتقد في القدس مثلاً على موضوع التأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي للطفل طبعاً هذا غير موجود نهائياً في مدينة القدس للأطفال أول إشي استجن الذليلة استجن أكثر أصعب في فرق الأهل فرق الأهل هو أكبر ذليلة يعني في كل حياة إنسان يعني كد ما يكون الإنسان بعيد عن أهله بس لا بكون الاشتياق كثير طعب وأنا بحسش حالي بطل إن إعتقلت يعني فإذا الكل بدوا يقيسها حالة بطل فكل فلسطينية أبطال هيك دوا يصفهم بس يعني الحبسة إنها بتعلمك كتير إشياء بتعلمك كيف أسلي بالتحقيق بتعلمك كيف معاناة الناس المحكومة حكم كبير سنين مؤبدات هي الحبسة كتير ذل ببتن يعني عن جد الواحد بنذل فيها المستقبل مش مستقبل جيد إذا بضع الوضع هيك مش مستقبل جيد اللي بنتظر الأطفال يعني المستقبل رح يكون صعب إذا ضلت الظرف السياسي والاجتماعي والاقتصادي ماشي في هاي الطريقة رح يكون الظرف اللي بستنى أطفالنا المقدسين كتير ظرف صعب أنا بوجه كلمة لكل إميات العالم في كل مكان إنه بس يكونوا هم يحطوا حالهم لحظة أو ليلة مكاني ليلة واحدة يكون ابنها بعيد عنها منتزع من حضنها انتزاع وظلم كيف بكون شعور أي أم إنه ابني اللي كان كل يوم يسحى الصبح قبل المدرسة يجي يحضنني إنه هاي اللحظة ما ببيعها أنا في كل الدنيا أنا ابني أغلى ما أملك الوطن والأرض هي لله ترجمة نانسي قنقر